التعذيب اين يمارس الناس في كلمتها التعذب تعذبوا في ثكنة عنطر ثكنة عنطر هذه تابعة لمن؟ تابعة الوزارة الدفاع وشكل مسؤول عليها؟ الأول هو وزير الدفاع ومن هو وزير الدفاع؟ هو وزير الدفاع إذن المسؤول الأول على الجرائم التي ترتكب داخل ثكنة عنطر هو وزير الدفاع لأنه اسمع بها وعلى باله تكلمت فيها الصحافة الناس كلها تكلمت عليها وحتى لكي لا يقوموا بالمسمع سوف نوجه رسالة إلى السلطات الألمانية وإلى السيدة ميركل بش نقولوا لها بل اللي رابع عندها في أحد مستشفيات ألمانيا وفوق التراب الألماني رجل مسؤول على الجرائم ضد الإنسانية وراه حتى إجراء ضد المرؤوسين اللي عنده اللي مارسوا هذا التعذيب وهذا من جهة إذن عبد المجيد تبون اللي بقى سيقف على تعذيب شباب جزائري في الثكانات العسكرية ما نقضوش نرفعه دعوة قضائية ضده فكرنا بس نرفعه دعوة قضائية ضد تبون ولكن الحصانة اللي عنده كرئيس جمهورية ما تسمحش نوره عنده صيفة رئيس جمهورية عنده حصانة وهذه معمول بها في العالم كامل مثلا ساركوزي نهار اللي خرجوا له مواضيع بتاع تمويل الحملة الانتخابية وخليه حتى يكمل الأهداته شيراك خليه يكمل الأهداته وبعد حكموه وحكمو عليه بعامين حب صغير النافذ لأنه كان لما كان رئيس بلدية باريز خدم ناس بالكذب كان يخلطونه وما يخدموه هذه إذن لما يكون رئيس جمهورية حتى لو كان مظور كما تبون ولكن دوليين يعترفونه بأنه رئيس جمهورية وما يديرونه لدينا شخصية ثانية في المؤسسة العسكري هو سايد شنجلي عنده بنته طبيبة في سويسرا وهي مزوجة مع طبيب سويسرا لحظة لن بعد نتأكد منها عايش على كل حديثه في سويسرا وهو دائما يرحي على الجنهي سايد شنجلي حب صفته قائد أركان الجيش ومدام هو وهو اللي ينصب مسؤول الأمن الداخلي وبالتالي ويعطيه أوامر ضباط اللي يشتغلوا في هذه المؤسسة يعني يطيعوا ويخدموا تحت أوامر المدير الداخلي بالتالي إذن هو مسؤول على هذا الجهاز وبالتالي نقدروا نرفعوا دعوة ضده أمام المنظمات الدولية ونبدأوا بالتاليان اللي باش نعطيوها ملف كامل كدعوة ضد السايد شنجلي حب كمسؤول على جرائم ضد الإنسانية